السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كيدينا ولا يجزك بالخير ان شاء الله يا ربي اكرمك لها بنتي فالنور ان شاء الله فوق نور ان شاء الله حافظك الله بنتي بل سورة بغيتك عم الدكتور دعي معايا حس انا بغيت وحسي بغيت ربي جمعنا مع بعض يدنا بدعي معايا تم الناحية بير الخدمة حس ان انا وقاتلي واحد الحاديثة ودبن حد الان ما بغوش يعطوني فلوسي بقين كيطولولي بديك شي كيقولولي من بعد من بعد وبغيتك عم الدعي معايا في الامر ديالي كامل ودعي معايا جميع المسلمين ودعي معايا اختي وديمة كد صنت لك تقول لي بغيتنا دار معايا لها ايديك بغيت ندو ذلك واخر ابنتي محببتي منصورة كنت شكرك بزدف ودعي معايا عم الدكتور لا عفو ابنتي يا رحبان يا رحيم يا ربي كريم شكرا لك يا بنتي مرحبا بالاخت ديالك وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله احفظك بنتي الله احفظك بنتي يا رحبان يا رحيم دايما كانت صنت عليك ربيك كان كن شوية شمقلقة وربك تسعلي الخطر ديالي ما شاء الله الله يعطيك بسم الناعم اكرمك الله ابنتي عمي بغيتك الدعاء معايا يعني موجزة وحمد الله يعني الى كل حال يعني كان في الخدمة ما كنت يفسر لي شيء يا رحب وتف الزواج يعني حال من واحد كي يتقدمينه الدعمة كي يتكمل شيء ليلى هايل الله الحمد لله يعني وخا كانت قلق شوية شعبك ان قل حمد لله يا ربي ابنتي الله يفرج عليك الله يفرج عليك ويسعدكم جميعا يا ربي كريم شكرا لك ابنتي شكرا على التواصل ديالك وهذه بناتنا هؤلاء بناتنا يعانين من ظروف ووضعية صعبة منصورة هي وجدت ربما من قد يسعدها لكن تجد الصعوبة في الزواج به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول لم ارى للمتحابين خير من النكاح يعني واحد شاب مع واحد شاب باقبوا بعضيتهم وهذه الرغبة هي طبيعية لان الله سبحانه وتعالى فطرنا على ذلك لما خلق الذكرة وخلق الانتة وركب فينا سبحانه وتعالى ونحن اجندة في بطن امهاتنا ركب فينا مجموعة من الاحاسيس والمشاعر والنزعات ومن بينها الرغبة رغبة الرجل في المرأة وهذه مقصودة لان الله سبحانه وتعالى اراد الخلفة اراد ان يبقى الاولاد والبنات فلو لم تكن تلك الرغبة ودك الانجدام بين الذكر والانتة قد يقع نوع من اليأس وقد يقع نوع من الاحباط والتكاسل ولكن الله سبحانه وتعالى ركب في كل واحد مننا هذه الرغبة الجابحة لماذا؟ لكي تبقى هناك الخلفة ويبقى هناك الانجاب ويكون هناك الحمل والاولاد والتربية وتستمره الحياة وكل واحد ربي عز وجل دال له نصيبه منصورة هذا الشاب اللي انت تستلطفينه وتتمنين ان يكون زوجا لك اللهم مارك يا رحمن يا رحيم قبل ذلك ابنتي منصورة دائما تكون في اول الامر لا ننسى اننا نقوم بالاستخارة هذه وصية لبناتنا وابنائنا جميعا قبل ما نفكرن زوج وخلقة الرجل المناسب وخرج القلفتات المناسبة كامل الاوصاف دائما لا بد نتريت قليلا لماذا؟ لكي نستشير صاحب الامر الذي هو علام الغيوب والذي يعلم السر واخفى كل واحد الذكر والانت يتريت قليلا ويصلي صلاة الاستخارة يستخير الله تعالى في هذا الزواج فان تمين لو الخير يبدأ بإذن الله الواحد لأحد إذا بغيت يا بنتي منصورة هذا الشاب يستلطفك أيضا ويبادلك نفس المشاعر طبعا هناك أمور لا دائن ذكرها معروفة أن الفتاة تعتني بشكلها وبهندامها وتحرص على ألفاظها والترحاب دي العائلات شكله معروف عن ناس لا دائن التوصية بهم لكن هناك أسرار نحاول أن نوصي بها من بينها بنتي منصورة أنك تقرأين سورة يوسف عليه السلام سورة يوسف لما يقرأها الإنسان وهو يرغب في الزواج من آخر ربنا عز وجل يعطي لقارئها بها يعطيه جمال يعطيه قبول لأن فيها أن سيد يوسف عليه السلام لما رأته النسوة فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم نقرأ سورة يوسف وحينما نصل إلى هذا المقطع من السورة نقرأه مرارا ثلاث مرات خمس مرات سمع مرات تسع مرات إحدى عشر مرات فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم كي يدفل الله تعالى على قارئ هذه الآيات نور من عنده وكيعطيه جمال وكيعطيه مجلس القضية من الجمال مجلسة صورة معينة كيهو وحد القبول يعطيه الله لماذا يشاء أرى ملكة جمال العالم ومعندش قبول هي جميلة جدا من حيث المواصفات والمقاييس ولكن القبول فينا هو تتلقى أن فاتت بسيطة جدا ولكن عندنا القبول ما عنداش الجمال عندنا القبول ومن قرأ هذه الصورة يعطيه الله تعالى الجمال والقبول معا وبالتالي يكونوا مرغوبا وهنا البنت دغيك جمخطة ودغياء ربي عز وجل لك سهل لهم بنتي منصورة الأخت ديلك حاصلة على الإجازة وتبحث عن عمل سهلة جدا البحث عن عمل ربما يبدو عند الكثير من الناس بأنه عائق من العوائق الناس يتحدثون عن أزمة شغل ونحن على أبواب شهر ماي فاتح ماي اليوم العالمي للشغل وغير زامن مع القرب رمضان ومن دم بنت الاستعدادات ديال النقابات العمالية الناس يستعدون للمطالبة بتقليص ساعة العمل والإضافة في الأجور زيادة في الأجور ومطالب حقوقية كثيرة والناس يشتغلون وكي ضدوا الكثير كي ضد بأن الرزق راعد الباترودة أو الرزق راعد الميزان دي الكذا أو كذا الرزق أيها الأحبة الكرام هو عند الرزاق سبحانه وتعالى لا بد أن نوقن بأن الوسائل المادي التي نعيش فيها رغم جرد وسائل مساعدة للعيش الكريم وإن فإن الرزق عند الرزاق الرزق عند الكريم سبحانه وتعالى ياما ناس حصلوا على الشواهد علمية إجازة ماستر دكتورا وما لقوش عمل لماذا؟ لأن كل ارتبط في الفكر والعقل دياله ارتبط بأن الرزق راعد الحكومة عند وزارة التعليم عند وزارة المالية عند الباتر عند كذا عند صندوق النق الدولي كلي قرى بزاف قرى الطيب قرى الهندساء قرى الكيمياء قرى الفيزياء قرى القانون الدولي قرى الدبلوماسيا العالمية قرى كل شيء ونسي أن يقرأ العقيدة العقيدة الإسلامية يقرأ دور الإيمان إذا قرأه وتفقى فيه وتمثل به سيستقر في قلبه ودهني بأن الرزق عند الرزاق نحن نقرأ الأسباب الأسباب نحن كنا قرأنا وحصلنا على شواهد ولم نعمر قلوبنا لا بالعمل مع الدولة ولا مع القطاع الخاص ولا مع كده غادي غامل ولكن تكون مرتبطا برب الأسباب تكون دوما متمسكا بحمله المتين لا تطمع في أحد من خلق سوى الخالق عز وجل يا سبحان الله أذكر ولما كنا صغار شباب لما تخرجنا من الجامعة وكانت وضعية خطيرة جدا أنا أذكر بأن المغفور له الحسن الثاني طيب الله ترى كان يتحدث في خطاب أمام مسؤولين للأمة وأمام الفاعلين السياسيين كان يقول بأن المغرب مقدم على سكتة قلبية الأزمة كانت مفرطة المديونية الخارجية والاستثمار كان ضعيف والوضعية كانت أزمة حقيقية حتى جعلت أكبر أكبر رمز في الوطن لهو ملك البلاد يقول بأن المغرب مقبل على أزمة قلبية أنا أذكر كنا في الجامعة وكان واحد مجموعة من الشباب وضع يديهم على قلبهم ويقول لك يشوفوا اليأس كلاك يفكر أنه يحرق كلاك يفكر أنه يهرب من البلاد كلاك يفكر أنه لا فرق بين أن يشتغل في الحلال والحرام يمشي للمخدرات يمشي لأي حاجة ممنوع المهم يقسم قوته وكل وقت كيفاش يفكر والله أذكر في لك ساعة نحن واحد مجموعة للأسلقاء نهبنا إلى بيوت الله وجلسنا ندعو الله سبحانه وتعالى وقدروا الأسمام أنكتبوا دمون دو تخافاي رسلوهنا رسلوهنا ويسخر الله تعالى والله قبل أن نكتب هذا دمون دو تخافاي طلب العمل إلي جاتنا جاتنا مجموعة كبيرة من العروض للعمل ما عرفت من جاتنا ونحن مسطاء جدا ولد الشعب فقراء مسطاء جدا جاتنا مجموعة كبيرة حتى وقع لنا وقع لنا وقع لنا واحد نوع من الحيرة أيهما نختار نختار هذا العمل مع الدولة أو نختار عمل في القطاع الخاص أو نختار عمل خارج أرض الوطن عروض كثيرة جات في وقت واحد حتى وننحن محتارين ماذا نفعل يقول لك وش تكتعرفش حد والله لا نعرف أحدا سوى الحق سبحانه وتعالى يفاجئك والله كنتش عمل غير بمكالمة هاتفية بغزاغ حتى تقاس بأنك في مصاري العظيم هذه فكرة أيها الأحبة الكرام رأى ما كده أزمة رأى غير الناس كي يهولون هذه الأمور وينقوص وينقوص الخطر ما كده أزمة الأزمة رأى في العقول وفي بعض الخطابات السياسية التي تريد أن تمت تنفزع في القلوب كده رحمة الله الوسعة كده الرزق الكريم أنا أذكر في ذلك الساعة في قمة الأزمة وحنفوش معنا بجموعة للأصدقاء خدموه أحسن عمل كل يخدم في قطع العام أحسن عمل وكل يخدم في قطع الخاص أحسن عمل وكل يمشي خارج أرض الوطن في أحسن عمل ده ما الآن كانت تواصل معهم كلهم أطروا عليا إما في الدولة وكل ده المقاولات ومشاريع وكل يمشي خارج أرض الوطن رأى تبارك الله والتي مرمز من الرموز ديال الديبلوماسية المغربية وغيرا موسطة العولة الشعب وما عندهم تشي كنت بيستو أشكد عندهم بدأ يميز هؤلاء الشباب عن بعض الشباب من اليوم اللي تكلموا عن الأزمة وكيد أسلوب اليأس وهو قوة اليقين في الله عز وجل قوة اليقين بالله تعالى وكيدا شعب بسيطة شعب بسيطة اللي هي مصدفة بأنها من الشعب التي تخرج العاطلين هم من اللي يريد خدمه هذو كل اللي كانوا مصدفين في شعب بسيطة تفرخ البطالة هم اللون خدوا ملاصم وأعرفهم لأنهم رجالات دولة في ملاصم عليا وتقضى على أيدي حوائج الناس وكنت تفكر أشنو السر هو أن الإنسان يبقى دائما معلقا بالحق جل جلاله فأسأل الله الكريم لك بنت منصورة ولشقيقتك ولجميع ابناء المسلمين ولجميع أبناء المسلمين أسأل الله الواحد الأحد ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفض فيه الشياطين ومرضة الجن نسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم جميعا أبواب الخير وأن يزقنا وإياكم رزقا حسنا رزقا حلالا طيبة وأن يجعل رايتك منصورة يا منصورة ويجعل كل العائلة إن شاء الله مرفوعة ويجعل الله تعالى كلمتكم مسموعة ورزقكم كثير بفضل الله تعالى يا رب كل شبابنا وشاباتنا للآن كيوجهوا المشكل للبطالة وللآن مع الاستعدادة للفتح ماء هناك من يحضر خطب دارية عصمة وهناك من يحضر شعارات ثورية وهناك من يحضر مجموعة من اللافتات التي تكتب عليها مقابر ومدافذ وكلام فارغ أقول يا رحمن يا رحيم أظهر لنا رحمتك الواسعة وأفض علينا من رزقك الكريم اللهم يا رب اجعل لنا من كل غم فرج ومن كل ضيق مخرج وارزقنا يا مولانا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا جميعا من حيث لا نحتسب يا رب لا نطمع في أحد سواك أنت الرزاق وأنت الكريم وأنت على كل شيء قدير عجل لنا بالفرج قلوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة